ما أعلن رئيس هيئة الاستثمار دكتور خالد الوزني أن الإجراءات التي تخذتها الهيئة خلال الجائحة في استمرار التواصل مع المستثمرين أسفرت عن تقدم 289 مشروعاً للاستفادة من قانون تجيع الاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وفي التفاصيل يبلغ حجم الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تقدمت للاستفادة من الحوافز والإعفاءات في قانون الاستثمار 683 مليون دولار توزعت على سبعة قطاعات وهي الصناعة والمستشفيات والمراكز الطبية والسياحية والزراعة والإنتاج الفني وقطاعي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات ويتوقع أن توفر 10176 فرصة عمل وتوزعت الاستثمارات الجديدة ما بين 233 مشروعاً خارج المناطق التنموية بحجم استثمار يبلغ 620 مليون دولار في قطاعات الصناعة والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والسياحة والزراعة والإنتاج الفني وتكنولوجيا المعلومات ومتوقع أن تخلق 7432 فرصة عمل كما شملت الاستثمارات الجديدة 56 مشروعاً داخل المناطق التنموية بحجم استثمار بلغ 63 مليون دولار توزعت ما بين قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات ومتوقع أن تخلق 2744 فرصة عمل